في بداية التسعينيات المخرج جمال عبد الحميد كان مؤمن بشكل كبير جدا بموهبة صلاح السعدان لشان كده هنلاقيه شارك معاه في حلم الجنوبي وشارك معاه في أرابيسك وحسن أرابيسك ده من أهم الأدوار الأهم على الإطلاق أعتقد يعني يعني المعقدة والسادسة في نفس الوقت وهو طبعا من أجمل أدواره في السينما عنده شغل كتير يعني زمن حاتم زهران ده من أجمل أفلامه كمان صلاح السعداني لكن شايف أن الدراما التلفزيونية أنصافت صلاح السعداني أكتر من السينما هو لقى نفسه في الدراما أكتر من السينما السينما كانت بتجيله على فترات يعني زي ما تكلمنا على زمن حاتم زهران وفيه قبلي كان ملف في الأداب مع عاطف الطيب كان عامل دور مهم جدا وهنا بقى الجراءة أن عامل دور شرير وما خافش من دور رغم أن أريد كتير أنه صلاح السعداني مغامرش بر أدواره اللي الناس عرفا بيها بالعكس لأنه هو في الغول طالع بدور جيد الناس تحبه في ملف في الأداب منحرف تماما فبالتالي يعني حتى في مشهد النهاية هو الوحيد اللي قاد في المحكمة يعيط لأنه عارف كويس جدا كيف الجرم اللي هو ارتكبه ومع ذلك ما كانش خايف لكن هو لقى نفسه في الدراما أكتر لأن الدراما أنصفت صلاح السعداني رغم أنه في الثاني ما يتعامل مع مخرجين كبار يوسف شهين وعطف الطيب طبعا وسامير سيف ومحمد النجار مجموعة كلها ولكن هو كان بتجده السنة على فترات في الدراما كان ممكن أنت في شخصية العمدة بس قاعد فيها حوالي خمس ست سنين في الخمس ست سنين الحلقات أخدت معاه من بداية الحلقات لنهايتها في منحنايات كبيرة جدا داخل شخصية العمدة هو تطرق إليها بشكل جدير يعني هو العمدة عنده جزء من الشر في نفس الوقت الكوميدي وفي نفس الوقت عنده جهل ما هي برضو الصراع بينه وبين سليم البدري كان دايما وساما أنا روكاشة عنده الصراع ما بين الجهل والعلم والعلم يكسب حتى لو شرير فمن هنا قدر أنه يغطي المنطقة دي بشكل كبير جدا